هل يعجبك أن ترى كبيرا يعطف على صغير وقويا يمد يد العون إلى ضعيف إنها قلوب تتعامل بخلق الرحمة فالرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها أسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وقد أنزلها الله بين خلقه حتى الحيوانات قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فبالرحمة تستألف القلوب وتطيب النفوس قال تعالى فبما رحمة من الله لم تلهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وبالرحمة يتلاحم أبناء المجتمع ويتكاملون وفي الحديث والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة رحمة العامة وإذا عمل الصغير بالرحمة من الجميع نشأ نشأة سوية فالأمان الذي يجده في الرحمة يغذي روحه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا والرحمة الحقيقية تقتضي إيصال المنافع والمصالح ولو كانت مكروهة في الظاهر فمن رحمة الأب بولده أي يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويمنعه شهواته التي تعود بضرره ومن الرحمة بالمذنب تخويفه من عذاب الله في الدنيا والآخرة حتى ينزجر قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فمن أراد الجنة فليكم بالمسلمين رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط متصدق موفق ورجل الرحيم الرقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال ومن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء